لسيدنا عثمان لما الحياة انتقل في كل حياته حضرة النبي كان يستحي من سيدنا عثمان نعم صلى الله عليه وسلم فأقول كيف لا أستحي شوف بقى حضرتك دمج دمع الحياة كلها كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائك عشان هو أصلا عنده حياة عشان هو اتغمس في الحياة فأصبح ببساطة خالص لما يمشي في أي حتة يحصل الحياة ده ولذلك إيه حصل شوفي حضرتك حاجة غريبة قوي فيه ناس لما بيمتزجوا في المعاني اللي بياخدوها من الصلاة أو بياخدوها من العبادة لما بيروحوا في أي من الناس في أي مكان الناس تشوف ده شوفي حضرتك ورد في الأثر إيه أن من قام لله ليلا ظهرت الصبحة في وجهه نهار يصعر الصبح كده إيه الناس تلقي منهور حاجة غريبة قوي فالناس تشوف ده ولذلك محمد بن سرين لما كان يمشي يروح السوق اللي حصل يقوله يضج السوق بالتكبير ما معنى التكبير يعني قال لأنه كان منكسرا بين يدي الكبير فرأى الناس في وجهه نور الكبير الله فده اللي حصل فالواحد اللي يتعلم من الصلاة أنه يدخل الصلاة وهو مستحي أنه الضعيف الفقير والله ينظر إليه وهو لا يستحق هذا فالله سبحانه وتعالى قبله على حالي ده لو جئتاني بقراب الأرض خطايا فيدخله هو عنده استحياء لما يقول نويته أصلي فأصلي لله إيه الحياء اللي عندي ده لكن الله قابلني فيدخل بحيائي على الله وهو بيحط رجله كأنه وهو بيحط رجله عشان يستوي كده بيحط رجله هو بيقول إيه يا رب أنا واقف على الباب هل تقبلني؟ حياء فييجي بعد كده اللي يحصل يقوم عندنا تاني نوق القيام مع الإيه مع القدرة اللي هي الله أكبر قبل الله أكبر إنه يقف إنه يقف نحن ماشيين الاركان ماشية نعم وهو على فكرة ما كانش المقصود ما كان ممكن يقول لنا إيه تقف وتركع وتزجد إيه التفاصيل دي والله ما كانت التفاصيل دي إلا لأنها بالضبط لصناعة السلوك فينا نعم ولذلك إيه اللي بعد إيه اللي بعد ما أستحي من الله سبحانه وتعالى إن أنا ما يبقاش دي حبارة عن إيه جاست مود ما يبقاش دي حالة لازم إيه اللي يحصل أقف أقف يعني إيه أثبت يبقى بعد الحياة السبات مع الأدب السبات على الأدب يبقى الركن التاني هو القيام مع القدرة وهو السبات على الأدب يبقى الركن التاني بيقوليه السبات على الخلق اللي هي بس مجرد إن إحنا وقفنا القيام وقوموا لله أنا خدت لي أن يحصل لي وقفت قدام السجادة وفردت ظهري وقوموا لله قانتين في نفس الوقت ده المفروض يكون مستشعرة الإحساس إن أنا حسبت على الأخلاق أما خلاص أنا عندي حياء وممكن أو حصل لي حصل لي قلبي إيه اقشعر بالحياء وبعدين سبت قال له لا إيه اللي حصل القيام مع القدرة إثبت على الأدب المسافة ما بين الحياء والأدب مسافة لازم ندركها إيه الفرق ما بين الحياء والأدب هي مسافة الدايمومة والاستقامة أنا ممكن أستحي لكن الحياء ده لا يورثني أدبا متى يورثني الحياء الأدب لو استمرت وثبت لو استمرت عليها ولزاي بعد الحياة جي القيام مع القدر يبقى لازم أقوم لازم أتعود أن أنا أستحي دائما فلما أستحي دائما إيه اللي يحصل؟ يحصل عندي أدب استقامة وأدب يحصل عندي ثبات على الأدب مع الله سبحانه وتعالى طب ليه الأدب مع الله؟ ليه بأول ركني بعد النية النية يعني شفت ربنا فاستحيت تاني حاجة يحصل لي جلال بقى أنا واقف بين أيادي إلا خيالي حضرك لو أننا خرجنا نحن قلنا في حياة حياة الصلاة وصلاة الحياة فخرقتي إلى المسجد الكبير اللي هو الحياة فتذكرت أن أنا في الصلاة كنت وقف بين يدي الله وأنا الآن في الحياة في صلاة فلابد أن نكون في تمام الأدب فإن شاتمه أحد أو قاتله وإن صائم النصاء إن الصلاة تنع عن الفحشاء والمونك أدب مش محتاجين نقول لأولادنا إذا أولادنا عرفوا أن هم وقفوا بين يدي الله بتمام الأدب وهم عارفين أن في كل لحظة وهم في الدنيا وقفون بيانات دا إلا هيقفوا برضو بالأدب يعني إيه الأدب؟ يبحثوا عن كل خلق حسن وهلتزموا بيه وأقل الأدب الامتناعوا عن الشر أقل الأدب أقل الأدب إن أنا وقف هو وقف معناه إيه؟ توقفت عن كل شر طب بعد ما توقفت عن كل شر إيه اللي يحصل؟ هبتدي أكبر تكبيرت الأحرام بقى تكبيرت الأحرام عجيبة من أعجب أنا ما عرفش الله سبحانه وتعالى ماذا بعد ذلك ليبين لنا أنوار وصله يعني بعد ما وقفنا خلاص ليه يسمي تكبيرت الأحرام؟ عشان يغزل كل العبادات بص عددك إحنا عندنا حاجة اسمها حتى يتبين أنا لكم الخيط الأويض من الخيط الأسود من الفجر وبعدين عندنا موقيت مكانية وزمانية للحج وبعد كده عندنا إيه؟ تكبيرت الأحرام إيه الحكاية؟ وتكبيرت الأحرام هي إدخال القلب في حرم الله يعني إيه اللي حاصل؟ كل عبادة لها حرم ولزاك هناك في الصيام فإنه لي وفي هناك فعند خلافه كان آمنة وهنا تكبيرت الأحرام يعني إيه؟ لما تدخل بالأدب لما تبقى حي وتبقى مؤدب وتقول الله أكبر فألقيت الدنيا كلها خلف بهرك واستقبلت الله سبحانه وتعالى فأنت جعلت نفسك حراما على ما سوى الله فلما تجعل نفسك حراما على ما سوى الله إيه اللي يحصل؟ إياك أن تخشى من أحد وأنت مع الله يبقى تتعلم الثقة بالله أنت في حرم الله أنت في أمن الله فلما يدخل إيه حاصل؟ مش محتاج بقى يفكر في إيه هم وإيه غم ولا إيه اللي عنده وخلاص أصبح في إيه؟ في حرم الله فلما يبقى في حرم الله إيه اللي يحصل؟ يثق بالله سبحانه وتعالى فلما يخرج إيه حاصل؟ لما يخرج من الصلاة هو يثق وهو أدلاتي في حرم الله وهو أدلاتي في وهو معكم أينما كنتم إيه ده نفس الحالة اللي كنت في الصلاة؟ يعني كل الحكاية أن الله سبحانه وتعالى يدربك في الصلاة عشان تطلع من الصلاة بنفس الأخلاق دي فأنت لما تخرج هتخرج بثقة بالله أنك في إيه؟ في حرم الله فأتخيالي لو أني كل واحد وأني محرم يعني مبطل كل الحرام أو موقف نفسي عن أي حرام خلاص وقفت عن ده كله ما خلاص وإحنا وقفنا في الثبات على الأدب وقعد كده راح نكبرين تكبرت الأحرام فلما كبرنا تكبرت الأحرام اللي حاصل خلاص أنا في حرم الله نعم